المملكة العربية السعودية هي دولة ليها قدسية خاصة في أروقة الحكم في مصر دولاب الحكم في مصر بيتعامل مع مملكة العربية السعودية تعامل من نوع خاص هي بيحطوها كده انها مقابلة للكسر محدش يقرب من السعودية يا جماعة محدش يشتم السعودية محدش يتجاوز الخطوط الحمرة تجاهي السعودية الكلام ده مش من عهد عبدالفتاح السيسي لا كلام ده من زمان قوي كلام ده من أيام حسني مبارك والسعودية كان لها شرناءة محيطة بيها لا يسمح لأي صحفي أو إعلامي مقرب من النظام أو بعيد أنه يتجاوز في حق المالك في حق وليه العهد أو يتكلم عن المملكة العربية السعودية بعد 2013 تحولت المملكة العربية السعودية إلى الكفيل الرسمي لنظام عبد الفتاح السيسي لما كنا بنقول كلمة الكفيل السعودي للسيسي كان بيطلع الأذرع الإعلامية بتاعت السيسي تهاجمنا وتقول يا جماعة لا ما يصحش كده دي دولة شقيقة الأشقاء وكان السيسي دايما بيطلع في المؤتمرات في أول سنة بعد 2013 بعد الانقلاب وكان يتكلم عن السعودية وكأنه في فرح خارفين الكراسة الصفرة بتاعت الليمبي مين نقطه في فرح وهو لازم يرد النقطة فكان يقف يقول تحية للمملكة العربية السعودية الشقيقة فالناس تساقف تحية لدولة الكويت الشقيقة فالناس تساقف تحية للإمارات كانت طريقة بتاعت الأفراح الشعبية دي فضلت القصة بالشكل ده وبعدين تطورت أكتر لما الملك عبد الله الملك السابق لوصل مطار القاهرة وفوقنا كلنا أن عبد الفتاح السيسي طلع له يسلم الطيارة وقاعد على كرسي أوطى منه بيبوس راسه قدام الناس في مشهد كان غريب جدا بيعبر عن طبيعة العلاقة ما بين الاثنين بعد كده كنتوا معانا في مكملين من كم سنة لما أذعنا التسريبات واسمعنا عبد الفتاح السيسي بيقول لعباس لما تطلب منهم ما تطلبش فكة لفلوسهم زي الرز عباس والعلاقة ما بيننا لازم تبقى هاتو خد أنت جتلك في حرب الخليج لازم تديني دول أنصف دول فبالتالي بدأ يتعامل معهم أنهما مكنة صرف أموال زي ما محمد بن زايد قال في مرة أنه أخبره هذا الرجل أنهنا لست مكينة لصرف الأموال السيسي كان يتعامل معهم أنهما مكنة ATM فلوسهم زي الرز بيأخذ منهم الرز اللي هو عايزه وبيديهم اللي هم عايزينه إيه اللي هم عايزينه نضعوا عليهم صنافير ماشي نضيهم إعلاميين ماشي نضيهم الرياضة بتاعتنا في السينما ماشي في الأغاني ماشي نضيهم فنانينة يعملوا بيهم مهرجانات ماشي نسخر كل الناس اللي في مصر التركيا قال شيخ ماشي نركب تركيا على الرياضة المصرية ماشي نخلي تركي يعمل اللي هو عايزه في أمال ماهر ماشي نعمل اللي انتو عايزينه يا جماعة خلاص طالما بتدفعو لنا الرز فعبدالفتاح السيسي كان موافق بشكل كبير جدا تطورت العلاقة ووصلت لقصة الأصول إن احنا بنبيع الدولة في مصر الوقت إن احنا ما معناش فلوس إن احنا العملية معنا بقت سيئة للغاية فوصلنا للسعودية بتشتري أصول الدولة المصرية وهنا واضح إن في حاجة بدأت تحصل مش ولابد يعني تعالوا نعمل فلاشباك بس نبدأ من الآخر لقطة أو مشهد رأسي من موقع الفيسبوك وتويتر لأحد الأدراء الإعلامية المقربة من المخابرات العامة في مصر وهو محمد الباز رئيس تحضير الدستور واللي كان شغال قبل كده في قناة المحور بيعمل لايف كل يوم ثلاث تقريبا على صفحته نشر مبارح مقطع منه بالليل بيشتم فيه عمر أديب شتايم صعبة شوية بيتهموا إنه عنده كفيل إنه بينفذ أجندة سعودية إنه عميل إنه خدام كلام كبير كده تعالوا نسمع كده جزء جزء من اللي قاله محمد الباز في حق عمر أديب هناك واحد مزيئة مزيئة في قناة ليست مصرية وهو قال بسود عمر أديب تحديدا عشان نبقى يعني بنتكلم على طول بشكل مباشر فيطلع بتنطع شديد مثلا فيقول لك أنا خايف وخاف على أولادي وخاف على مش عارف إيبتاه كويس؟ ليه بقى؟ يعني لا تصدقوا هذا الهزل اللي بيقولوا الأخ عمد أديب ما تصدقوا عمر أديب يصدقهش ليه؟ لأنه حتى لو فيه مشكلة ضخمة جدا فعمر أديب مش هتأثر بحد لأنه هو ولا ولاده ولا عنده ولا فتا عمر أديب آخر أخيرا يعني رأيه ويغض نفسه رأيه تسعودية خلق يعني رجل عنده كفيل سعود تمام؟ فما عندهش مشكلة محمد الباز هنا بيستخدم كلمة مش درجة في أروقة الحكم المصري يعني إيه؟ يعني المصريين الإدارة المصرية الحكومة النظام السيسي المخابرات الإعلام ما بيكلموش عن السعودية باللهجة ما بيكلموش عن السعودية بلهجة الكفيل السعودي أصله هياخد بعضه ويروح يقعد هناك ما أصله عنده كفيل سعودي اللهجة دي كان يعني بتردد في أروقة الشعب المصري أن فيه كفيل والكفيل والكفيل أو في الناس المعارضة لسياسات المملكة العربية السعودية لكن قصة أنه يخرج محمد الباز واللي احنا عارفين كويس أنه مش خارج بدماغه يتكلم الكلام ده فدي لها مؤشرة نتكلم فيه كمان شوية لكن تعالوا نشوف محمد الباز النهاردة بيعلى بالسقف شوية وبيتكلم على أجندة سعودية حمش بكلم على أجندة قطرية أو تركية لا لا خالص حم بكلم على إعلامي مقرب من المخابرات العامة المصرية بيتكلم عن أجندة سعودية السعودية بتجند ناس السعودية بتعمل كل حاجة لصلحة وبتجند ناس محمد الباز بيتكلم على السعودية احنا مش بتكلم هنا على خلاف مصري قطري بعد 2013 خالص احنا بنتكلم على المملكة العربية السعودية بيجي اسمها كده على الترابيزة في اللايف بتاع محمد الباز اللي بينشره عامد متعمد بعد اللايف بيومين عشان يعرف رأي الناس وبيتكلم عن السعودية اللي ليها اجندة وانها بتجند ناس مرة تانية الكلام ده الاول مرة بيحصل في الاعلام المصري ما حصلش قبل كده يا جماعة ده تجاوز لخط احمر ممتد على مدار اكتر من 35 سنة او 40 سنة شتيمة السعودية ووصفها او لسق بعض الكلمات بالنظام السعودي زي الكفيل زي موضوع الاجندة السعودية راح لابعد من كده محمد الباز ووصف عمر اديب او اتهمه بالعمالة نتابع بساطة شديدة جدا انا شايف انه الاخ عمر اديب عميل سعود عميل عميل انه الراجل بيخدم المشروع السعودي المشروع بالنسبة للسعودية المشروع السعودي المشروع بالنسبة للسعودية بس عمر اديب عميل سعودي الكلمة دي يا جماعة الخير اتقالت عن ناس وتقال انه هو عميل قطر اتقالت على ناس انه عميل تركيا اتقالت انه عميل الـ CIA عميل المخابرات الإنجليزية عميل المخابرات الألمانية عميل الموساد عميل مش عارف مين صح كلمة دي دايما كانت بتقال عن الناس اللي النظام المصري شايف ان هم بينتموا او بيتعاونوا مع انظمة معادية للنظام المصري النهاردة احنا في مشهد لأول مرة تلصق فيه كلمة العمالة بالنظام السعودي الشقيق بالدولة الصديقة بأكبر حليف لعبد الفتاح السيسي فمحمد البازي هنا مش بس بيتكلم على عمر أديب ان هو بيقول كلام ضد النظام او مثلا بيقلق الناس لا لا احنا متجاوزين مرحلة دي احنا هنا امام ضرب مباشر في المملكة العربية السعودية احنا هنا امام تجاوز مباشر في حق المملكة العربية السعودية احنا هنا امام وصف النظام السعودي بالعدوة ليه لانه بيجند ناس مصريين يبقوا عملة للنظام السعودي فمتهيال الصورة واضحة طيب اللي اكتر من كده تعالوا نشوف الباز بيقول على عمر انه خدام للمملكة العربية السعودي الاخ عمر قديم انا بعتبره زي ما بقول لحضراتك راجل صاحب اجندة عنده اجندة يقولك انا ما عنديش اجندة لأ عندك انت راجل يعني تروج خادم تروج ليه المشروع السعودي والسعودي وجد ما في السعودي عندهم حق هو بيعملوا مشروع انت بقى اخترت انك تخدم عند السعودية دي حكايتك ولا قلومك فيه لكن ما تجيش كمان تسود عيش للناس هنا فعمر دي عارف هو بقى من ايه شوف لو المشكلة في كلام عمر اللي هو يا سادت الرئيس احنا مش قلنين عليها احنا قلنين على نفسنا التعليق اللي قاله يوم خطاب السيسي في الكاتدرائية كان ممكن نعديها كان ممكن نفهم انه هم زعلنين من عمر كان ممكن نفهم انه هم بيقولوا لعمر لا انت بتغرد برا السرب انت عمر ازاي تقول الكلام دا دا مش وقته دا الرئيس قال بطلو هاري كان ممكن نفهم دا لكن احنا هنا مش بنتكلم على عمر اديب الرسائل اللي جوه فيديو محمد الباز هي كلها موجهة للمملكة العربية السعودية واللي قال الرسائل دي مش محمد الباز لان محمد الباز لا يجرؤ انه يفتح الكاميرا ويقعد قدامها ويعمل لايف ويتكلم عن السعودية ويستخدم كلمات من عينة الكفيل والاجندة السعودية والمشروع السعودي وعميل السعودية وخادم السعودية دون اذن واللي بيدي الاذن الامثال محمد الباز هم شخصين واحد اسمه احمد شعبان شغال في مكتب واحد اسمه عباس كامل واللي اتنين بيديروا جهاز اسمه جهاز المخابرات العامة حطوهم في هناك واحد اسمه عبدالفتاح السيسي بيدير البلد بس بما ان اذا مش محتاجة تفاصيل كتيرة وسيناريوهات ومين قال مفيش الكلام ده يعني خلاصة المشهد اللي قدامنا قبل ما نحلل ما وراء الكواليس محمد الباز قعد في المشهد اللي انتو شفتوه ده فتح الكاميرا اتكلم لان عباس كامل قال لحمد شعبان كلم محمد الباز قوله يطلع يقول الكلام ده وإلا لا يجرؤ محمد الباز انه يفكر مش يقعد قدام الكاميرا يتكلم انه يفكر يتجاوز في حق السعودية بالشكل ده وانا هنا مش بدفع عن السعودية ولا بتايم محمد الباز يعني قصة مش كده خالص القصة ان السعودية اصلا المشروع السعودي اللي هو اتكلم عنه هو مشروع موجود فعلا هو مشروع موجود والسعودية بتمعن في اذعان نظام عبدالفتاح السيسي والسيطرة على اكبر قدر من الاراضي والممتلكات المصرية لان دي فرصة لن تعوض للمملكة العربية السعودية بامانة يعني يعني مش هتلاقي نظام بطح ليها وبيعبد القرش والرز الخليجي زي عبدالفتاح السيسي يعني ممكن السيسي اصلا يكون عامل ده قاصد وده هتكلم عليه بعد شوي احنا بنتكلم على خيانة مش بنتكلم هنا على فشل لا 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 خالص احنا بنتكلم على واحد يعني المفروض يحاكم بتهمة الخيانة ان هو مسلم البلد فتحها كده على المفتاح للمملكة العربية السعودية تيجي تشيل اللي هي عايزاها وتدفع له اي حاجة وتروح فمشهد محمد الباز بس عشان يخلص منه الراجل ده لم يقدح من رأسه ولم يتكلم دون اذن ومن اذن له هو الراجل المسيطر على الاعلام اللي هو مين؟ اللي هو عباس كامل من الاخر يعني ومين اللي بيقول لعباس كامل يعمل ايه وما يعملش ايه؟ هو عباس فتاح السيسي فدي رسالة من النظام المصري للنظام السعودي على لسان محمد الباز مش خناقة بين الباز وعمر قديم عشان ما يجيش في الاتصالات حد كمان شو يقول لي انت بتكلمنا عن الاعلاميين يا جماعة القصة اكبر من اتنين الراجلات قصة اكبر من اتنين من وراء الكيلينيكس نتكلم على مشكلة موجودة ما بين النظام مصري وما بين النظام السعودي طيب حد ممكن يقول برضو طب ما بلاش نبالغ يا جماعة ما يمكن هي ما بين الباز وعمر قديم بنكتشف ان في تويتر لمذيع في القاهرة الاخبارية قناة جديدة اللي تابع للمخابرات اسمه محمد عبد الرحمن نشوف التغريدة مع بعض ونشوف محمد عبد الرحمن كتاب ايه المصريون الذين يعملون لدى جهاز بروباجندا تابع لدولة صديقة هم مصريون يعملون خدما لجهاز بروباجندا ينفذ اجندة الدولة الصديقة وانتضادت مع اجندة مصر طبعا هنا عندي حد فريل اعداد بيقعد يقول لي التخاطر ان احنا بتخاطر مع حد وتوارد الخواطر والتخاطر والكلام ده طبعا 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 تغريدة محمد عبد الرحمن وفيديو محمد الباز واستخدامهم لكلمة الدولة الصديقة واستخدامهم لكلمة الاجندة هو من باب التخاطر اللي عندنا في فريق اعداد اخر كلام صح؟ الناس دول تخاطروا مع بعض فيه طلاقي ارواح فده كتب التويتر بنفس المصطلحات اللي ده طلع اتكلم فيها فالموضوع صدفة فما فيش حاجة ما فيش عباس كامل قال لهم ولا احمد شعبان امرهم ولا الكلام ده خالص في مشكلة حقيقية حصلة ودي بداياتها دي مش نهاية المشكلة دي بداية المشكلة او خلينا اقول لك ده الرد الفعل المصري الاول على المشكلة ايه يمكن التاني وهنقول ليه كمان شوي طيب عمره قديب تعالوا نبص كده على صفحته على تويتر عنده نشوف اخباره ايه عمره بيتكلم عن ايه في تويتر ايه مثلا النسبة الاكبر ما يمكن الباز عنده حق ما يمكن الراجل محمد عبد الرحمن عنده حق نشوف كده يا جماعة عمره قديب تغريداته عملت ازاي على تويتر عنده المغرب المغرب اخر جيل الاسدزة قليلون الاستاذ مفيد فوزي عاجل الامير السعودي محمد بن سلمان بينشر مش عارف ايه ازال عنهم الضغطة قالوا لو مخليكم ارتحينوا واستمتعوا فامتعونا امتعوا العالم بيتكلم على ولي العهد السعودي طيب ايه كمان لما اقول الاخضر كتب تاريخ بيتكلم على المنتخب السعودي بعدين بيتكلم هو على وزير التربية والتعليم بعدين بيتكلم على وكالة الانباء السعودية الملك سلمان اصدر قرار ملكي وهو عامل ريتويت معرفش ايه علاقة الاكاونت بتاعه بيه بس تمام ماشي بعدين بيتكلم على برنامج الحكاية طب انا اقرأ ازاي وانتوا بتعملوا كده بامانة او الناس اللي تفرغ عينها تقرأ ازاي برضو وانحنا بنجري كده خلاصة ما اشيلوها الخلاصة انه الراجل يعني نسبة كبيرة من تغريداته عن السعودية وعن بن سلمان وعن الملك سلمان ورتويت من وكالة الانباء السعودية وكده فجايز ده زعل محمد الباز جايز يعني ده طبعا التحليل الغريب طيب في مشكلة حصلة الشهر اللي فات تحديدا الشهر اللي فات تحديدا في حاجتين حصلت او تلات حاجت الحاجة الاولانية من طرف مصر لما خرج تقرير اسرائيلي بيقول ان عبدالفتاح السيسي والنظام المصري رفضوا تسليم تيران وصنافير فاكرين طبعا ده طلعنا معاكو في حلقة وقلنا ان فيه تلات سيناريوهات يا جماعة يهم الرز وقف مفيش رز يهم السيسي ضميله صحة خلاص الراجل بقى وطني يهم فيه حاجة مع اسرائيل تعالوا نفتكر مع بعض كده جزء صغير من الحلقة اللي تكلمنا فيها عن السيناريوهات الثلاثة ونرجعنا عنها طيب فرضيات تقاع اسرسيسي عن نقل تيران وصنافير الفرضية الاولى الحقيقة وهي يمكن الاقرب بحكم يعني معرفتنا بعفتاح ومعرفتنا بالطرق الغريبة اللي بيعملها مع السعودية فهو السبب الاول والفرضية الاولى قطع امدادات الرز الخليجي من السعودية نخلي الصورة موجودة كده طبعا لو تفتكروا التسريبات الشهيرة اللي كانت في مكملين وتشرفت باذعتها كان يوم 7 فبراير 2015 زينا التسريب بتاع الرز فلوسهم زي الرز عباس ولما تطلب منهم اطلب بجد ومش عارف ايه والكلمة بقت معتمدة حتى على المستوى الرسمي بقوا معتمدين الجملة يعني لانها صدرت عن السيسي والعالم كل اسمها عن طريقنا في مكملين الفكرة انه بيقول ان السعودية بطلت تدفع لعبد الفتاح السعودية بطلت تدفع زي الاول السعودية اه الملك سلمان بيأخر الوديع على السعودية شوية لكن امدادات الرز مش زي الاول بل الاكتر هي مش موجودة اصلا والسعودية معندها استعداد تدفع اكتر من كده لانه خلاص يعني فيه ازمة كبيرة جدا طيب يبقى كان عندنا مشكلة في الرز مشكلة ان الرز واقف السعودية بطلت تدفع لعبد الفتاح السيسي جميل فالسيسي حاول يعطل طيران وصنفير حاول يزمزق حاول يقول لا واضح أنه الرسالة ما وصلتش فقرر أنه يطلع محمد الباز ومحمد عبد الرحمن يشتموا السعودية أو يلقوا على السعودية لكن الشهر اللي فات حصلت حاجتين في منطقة الغربة من أكتر المواقع العربية اللي تناولت الشأن الاقتصادي المصري بشكل يبدو من ظاهره أنه سلبي يعني بتتكلم على مشاكل أكتر من حاجات إيجابية كان موقع العربية السعودي ودي كانت ملاحظة غريبة جداً كنا حتى في اجتماعات التحرير كل يوم وإحنا بنتكلم يقولوا التقرير الفناني بيتكلم على السوداء وإن فيه كذا سعرف أقول لهم يا جماعة أنتم متاكينين دي العربية العربية السعودية ما بتقولش الكلام ده عن مصر أصلاً العربية بتقول إن الاقتصاد زي الفل عادي يعني عادي موقع العربية زي صدى البلد عندنا كده زي زي أحمد موسى يعني فاقولوا لا ده العربية اللي قد تعالوا نبصوا مع بعضنا كده على مجموعة تقارير اقتصادية من موقع العربية السعودي الأربع سبيع اللي فاتوا بيتكلم فيه عن اقتصاد المصري كانوا بيقولوا طيب بعد ارتفاعات قياسية إلى أين يتجه سعر الدولار مقابل الجنيه المصري العنوان تناول سلبي للاقتصاد المصري في الإعلام السعودي طبعاً كلمة ارتفاعات قياسية دي ما كانتش بتتقال في الإعلام السعودي قبل كده ايه كمان؟ ماذا تقول بنوك استثمار عالمية عن حركة الجنيه المصري مقابل الدولار؟ متن الخبر طبعاً كان بيتكلم عن مشاكل موجودة جولدمان ساكس وبنوك أخرى بتتكلم على الانخفاض الكبير في سعر الجنيه أمام الدولار PNP Paribas العربية نتوقع استمرار تراجع الجنيه المصري إلى هذه المستويات حاول وانت بتبص على العنوان كده حط في بالك الخناء اللي دايرة في دولة المفروض تدفع لدولة تانية الدولة اللي محتاجة فلوس محتاجة قوي الدولة اللي معها فلوس فالدولة اللي معها فلوس بتخرج إعلامها يتكلم عن مشاكل اقتصاد الدولة اللي محتاجة فلوس فبحكم التجارة الدولة اللي معها فلوس هنا بتعمل ايه؟ ها؟ بترخص السلعة اللي رايحة تشتريها بإنها تنشر عنها أخبار سلبية فلما يروح يتفاوض على أصل من الأصول يقول له ايه؟ يا عم انت بضعتك بايرة يا عم أنا بدل ما اشتريها بخمسة مليار هاخدها بنص مليون فالتالي الخسران اللي بيعته بايرة هيقول له أمين طيب تعالوا نكمل البنك المركزي ارتفاع التضخم الأساسي في مصر إلى 24.4 من 10 خلال ديسمبر والله الأخبار دي ما كانت بيتيجي في العربية بالشكل ده غيره استطلاع استمرار ارتفاع التضخم بمصر في ديسمبر بعد بلوغه أعلى مستوى في خمس سنوات دي صياغة موقع معارض للنظام المصري دي من صياغة موقع سعودي اللي هو الدولة الشقيقة والأجندة الصديقة والمشعارف ايه غيره مصر تؤجل تنفيذ مشاريع جديدة لها مكون دولاري وكيل الصرفه بيتكلم على الخبر اللي نزل في الجريدة الرسمية من يومين كيف يتأثر القطاع الصناعي من شهادات للدخار مرتفعة العائد في مصر وكان فيه تقرير كمان بيتكلم على ان السوق السوداء في مصر برضو من موقع العربية أصبحت كذا سوق سوداء من السوق السوداء واحدة وفيه أسعار مختلفة في السوق السوداء ده كان مشهد الإعلام السعودي المقروق على موقع العربية لكن النقطة التانية كمان اللي كانت مثيرة للانتباه جدا ان اول شخص في كل الحظيرة اللي جوه الانتاج الإعلامي ينطق الجملة الجاية دي احنا هنبيع أصول الدولة كان عمر أديب في قناة MBC مصر السعودي يعني تاني موقع العربية بيتكلم على اقتصاد مأزوم ومشاكل ومش عارف ايه في الخلفية السعودية نزلة بتقولها عشان تشيل تحمل من أصول مصر اللي السيسي مسلم وعايز يباعها عمر أديب بيطلع يقول نصا كده وعلنا احنا هنبيع أصول الدولة ما عادش قدامنا غير كده تمام انت بتعمل ايه بقى كده تعال بقى ابعت وزير يقعد مع وزير ولا بتاع عشان نتفاوض بقى هنشيل المينة دي هنشيل الحتة دي يا عم انت اقتصادك واقع انت عندك سودة انت الدولار انت مشاكلك انت القطاع المشعرف الخاص غير نفطي كذا انت عندك انكماش في كذا انت ما قدامكش حل غير انك تبيع أصول الدولة فاللي جاي بيع البيع البايرة بتاعته الخسرانة هيبيعها بالخسارة فبالتالي السعودية هتكسب طيب واضح بقى ان الكواليس دي فيها مشاكل واضح ان الكواليس دي فيها حاجة مختلفين على سعر السيسي ماخدش عملته في حتة السعودية عايزها والسيسي مثلا لا عايز جنبها مش عارف ايه في حاجة حصلة ما بين السيسي وما بين اللي بيفوضوا هناك فقال لك ايه طب ما ننفس بقى شوية اطلع يا باز يلا اشتمهم شوية طيب هل ده المشهد الوحيد الحياة لا في مشهد تاني يتعلق بخلاف على قطاع اخر ما بين السعودية ومصر الشركة المتحدة بتاعت المخابرات ومنصة شاهد السعودية بتاعت الافلام والمسلسلات تعالوا نشوف مع بعض كده الخناقة اللي حصلة ايه تفاصيلها ما بين شاهد وما بين الشركة المتحدة طلعونا الصورة يا جماعة لو سمحتوا في صراع انتاجي من سنة 2020 شاهد هي الوجهة السعودية والمتحدة جهاز تابع لجهاز المخابرات العامة الفكرة انه هم عايزين الناس بتوع المتحدة ما بيطلعوش مع عمر أديب وهناك شاهد بياخدوا الناس حصريا برضو ما بيطلعوهمش في برامج المتحدة بدأ يحصل مشاكل ما بين النظام بدأ يبقى فيه فنانين المتحدة زي امير كرارة واحمد مكي وكريمي عبد العزيز وفنانين لشاهد زي عمر سعد واسر يسين ونلي كريم وبدأت شاهد تستحوز على عقود أكتر فيه طبعا فرق كبير جدا ما بين الأجور الناس اللي بيروح للسعودية بياخدوا أجور أكتر من الناس بتوع المتحدة فبدأ يحصل كلاش ما بين الاتنين بشكل كبير جدا في الآخر عمل اتفاقية التوقامة طب ما تيقونت صالح يا جماعة والناس بتقول ان المتحدة خسرت كل نجومها حتى امير كرارة اللي هو كان بطل لاختيار واحد هيعمل مسلسل مع شاهد فيه 2023 هو وعمر يوسف كمان وبالتالي احنا أمام صراع مش بس على الأصول ده حتى ممتد ليه الفن والتمثيل والمسلسلات والمنصات في مواقع المتحدة المواقع الإخبارية لتابعة المتحدة ما بيقولوش كلمة منصة شاهد حتى كده نسا كده من تحت فبيقولك على إحدى المنصات الرقمية كان بيعرض مسلسل كذا أو مش عارفه طيب ايه الماستر سيم بتاع الخناءة دي؟ او ايه الخلاصة بتاعة الخناءة دي؟ او ايه اللي نور لنا كده من فترة؟ انه فيه خناءة رائحة ما بين مصر والسعودية انه فيه أزمة هتحصل ما بين مصر والسعودية لو نفتكر من كام شهر حصل انه عمال الدين أديب الشقيق الأكبر لعمر أديب المديع المصري في قناة ام بسي مصر السعودية نشر مقال الحقيقة المقال ده عمل صدى كبير جدا كان بيكلم فيه على مشاكل كبيرة جدا خلونا كده طلعونا صورة من المقال بتاع عمال أديب من يعود الفاتورة المؤلمة للحرب الروسية الأوكرانية؟ عمال الدين أديب قال جملة الحقيقة في منطقة الخطورة في المقال ده قال جماعة انه ربما يكون استقرار العلاقات او مصير العلاقات المصرية الخليجية هو أحد يعني الأثمان او فاتورة من فواتير الحرب الروسية الأوكرانية قال ان استقرار العلاقات ما بين مصر والخليج هيتأثر وهو هنا بتكلم مع السعودية عمال الدين أديب وعيلة أديب هي عيلة لها جذور ممتدة في العلاقات مع السعودية مشروعات إعلامية كثيرة جدا من أيام الشغل مع الشيخ صالح كامل اللي هرحمه وأمور كثيرة جدا ما بين الاثنين عمال نفسه المجلة اللي كان رئيس تحريرها وشغله مع منصات سعودية كثيرة عمر أديب نفسه وعلاقته بتركيا الشيخ همتكلم على عيلة مسنودة من السعودية لكن إلى أي مدى الخناءة دي هتكمل الحياة مش عارف لكن الختام اللي عايزة أختم به الفقرة دي لو أنت بتتكلم على عمالة للسعودية وتنفيذ أجندة للسعودية وخدام للسعودية وأن انت كفيلك في السعودية فالحياة محمد أباز الكلام ده ما يمشيش على عمر أديب الكلام ده يمشي بالحرف على عبد الفتاح السيسم فأنا آسف هي ردت في سدرك هم قالوا لك اطلع اتكلم بس الكلام ده بالحرف هو اللي بيعمله عبد الفتاح السيسم من 3 يوليو 2013 لحد النهاردة هو عميل للمملكة العربية السعودية هو خادم لمصالحها هو بينفذ المشروع بتاعهم المشروع كويس وهو الكفيل بتاعه في السعودية فلوسهم زي الرز بيسافر ياخد منهم فلوس بيشكرهم على الفلوس في كل لحظة يدههم تيران وصنافير بيتنزل لهم عن كل حاجة ودلوقتي بيبيع لهم أصول الدولة فلو كان هناك خادم للسعودية وعميل سعودي في مصر ورجل يتعامل مع مصر بأن له ظهر في السعودية اسمه الكفيل السعودي فهو ليس عمر أديب وإنما اسمه عبد الفتاح السيسم ترجمة نانسي قنقر